بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم سنتعلم كيف نعمل داونلود للـ Localhost أو السيرفر المحلي فكرة الـ Localhost أو السيرفر المحلي حتى تتمكن من تشغيل البرمجيات والمكتبات التي تحتاج أن تكون أونلاين حتى تعمل بشكل سليم نحن مثلاً HTML5 والـ CSS3 والـ jQuery ما تعلمناه يعمل على الجهاز بشكل سليم بدون حاجة لـ سيرفر في أشياء حتى نتعلم نأخذ درس موضوع الـ Ajax يجب أن يكون هناك سيرفر حتى يعمل سنتعلم أمور برمجية في الدورات القادمة تحتاج وجود سيرفر على الجهاز فالـ Localhost أو السيرفر المحلي أمر ضروري هذا وقته الآن في سلسلة الدورات حتى ينزل ونتعلم كيف وستعلم بكل بساطة موضوعه نذهب على موقع اللي هو الأول اسمه AppServeNetwork.com وأول لينك عمله داونلود سينزل عندك بالـ Downloads أو بالـ Desktop حسب خياراتك وهذا هو يعني يكون بهذا الشكل تعمل double click أنا عندي قديم فهيعمل backup عندك لا يظهر إذا لم يكن عندك قديم حسنا حسنا هذه الخطوة لن نتراها عندك حسنا حسنا مكانه AppServe Next كل الخيارات اسم السيرفر Local host administrator email أي شيء ضع هنا k.k.k.k.k.k.k.k.k.k.k.k.k.k.k روت روت تخلي الباسورد مثل ما هي هي باسورد الماسكويل سيرفر تكلم لاحقا فيها الأمور فالآن ينزل عندك السيرفر الفكرة وجود سيرفر الأباتشي على جهازك حتى تعمل الأمور البرمجية تحتاج سيرفر تعملها وتعملها تست كامل على جهازك قبل أن ترفعها أونلاين حسنا حسنا موضوع 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 حسنا نقل ه موضوع ثم موضوع بعمل داخل الوكال الأبسيرف الوكال الوكال و نسمي مثلاً نسمي هذا test اوكي طبعاً هو HTML الآن كيف أفتحه؟ نروح على المتصفح localhost نسميناها test.html فعمل معنا بشكل سليم فكرة localhost فكرة أن أتسيّف كل شغلك بال localhost عن طريق برنامج تشغل فيه و نفكرة أي منصة تسيّف كل شغلك داخل مجلد www هو داخل ال localhost كأنه لان عندك أنت في سيرفر ولكن سيرفر محلي سيعمل عندك درس الأجاكس بشكل سليم سنعمل عندك الدروس القادمة كلها بشكل سليم ال localhost أرجو جميعكم أنكم تحملوه وتوضعوا على جهزكم تحضيراً للدورات القادمة إذا في أسئلة اسألوني بالكومنت في اليوتيوب هذا كل شي لا تنسوا لايك وشير وسبسكرايب كالعادة ولا تنسوا الفولو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة